اهلا بكم مشاهدين الى فقراتنا المخصصة للصحافة التركية وابرز مقالات الرأي للأسبوع المنصر حيث تناولت المواقف الاخيرة للدول المنخرطة في الشأن السوري وموقف امريكا من نتائج صناديق الاقتراع التركية بالاضافة الى السيناريوهات التي ستواجهها تركيا حال عدم مصالحتها الاسد والمشروع الذي قدمته امريكا واسرائيل روسيا فيما يتعلق بالوحدات الكردية البداية مع حسن بصري يالتشين من صحيفة تقويم ومقال مواقف الدول في سوريا ذهب الكاتب الى ان الملف السوري ما يزال الاهم في اجندة السياسة الخارجية لتركيا وتطرق الكاتب في مقاله الى المواقف الاخيرة للدول الفاعلة في الملف السوري قائلا على الرغم من كل ما حققته روسيا في سوريا الا انه لا يمكن تجاهل دور امريكا الرئيسي في الملف السوري وهناك اسئلة ما تزال تنتظر اجابات واضحة وحاسمة منها هل ستطالب امريكا بتغيير النظام في سوريا هل ستتخذ موقفا حاسما حيال روسيا هل ستستمر في انتهاج سياستها نفسها ازاء ايران وبحسب الكاتب فان روسيا الى الان هي الرابح الاكبر روسيا ستبتعد عن اي موقف من شأنه ان يزعزع مكانتها في سوريا حتى ايران التي بدلت تضحيات كبيرة في سوريا على حد قول الكاتب تخلت عن كثير من ارباحها لصالح روسيا وقد تتعرض ايران خلال المرحلة القادمة لبعض الخسائر في سوريا ولكنها لن تترك خارج اللعبة بل ستحافظ على وجودها من خلال الميليشيات التابعة لها اما عن الموقف التركي فيقول الكاتب ان يد تركيا لم تكن قوية الى هذا الحد في سوريا حتى عندما تحركت في وقت سابق مع امريكا الان اسست تركيا خطها الدفاعي وستستمر في عملياتها الى حين القضاء على الوحدات الكردية بشكل تام في الشمال السوري ننتقل الى صحيفة خبر ترك ومقال سيردارك تورغوت ماذا كان خيار امريكا في الانتخابات التركية تطرق الكاتب في مقاله الى الخيار الذي كانت تفضله واشنطن في الانتخابات التركية موضحا ان عددا من المسؤولين الامريكان مستؤون من فوز اردوغان وبحسب الكاتب فان بعض مسؤولي الادارة الامريكية وصل بهم الامر الى حد العداوة لشخص اردوغان مضيفا على الرغم من معرفتهم باستحالة خسارة اردوغان في الانتخابات الا ان الخيار الذي كانوا يفضلونه هو محرم انجي بينما في الانتخابات البرلمانية كانوا يرغبون برؤية الغالبية لصالح حزبي الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي واشار الكاتب الى ان المسؤولين الامريكان ما يزالون يحلمون بانشاء دولة كردية مردفا لو ان صراضيق الاقتراع تمخضت عن النتائج التي يرغب بها الامريكان لكانوا سيعملون على ربط هذه المرحلة بفكرة انشاء دولة كردية اذ يبدو ان امريكا لم تتخلى بعد عن خارطة الطريق التي وضعتها عام 92 والتي تسعى من خلالها الى الحفاظ على استقرار اسرائيل من خلال اقامة دولة كردية في المنطقة والى صلاح الدين انكبار من صحيفة ايدليك ومقال هذا ما سيحصل ان لم نصالح الاسد اكد الكاتب في مقاله على ضرورة مصالحة تركيا للنظام الاسد مريدا بعض ما سيحدث في حال لم تذهب انقرة الى فتح قناة حوار مع الاسد قائلا الوحدات الكردية ستتمركز اكثر في شرق الفرات حدودنا الجنوبية ستتعرض للخطر ستبقى تركيا في مواجهة خطر هجرة مليون لاجئ جديد لن تتمكن تركيا من التخلص من اربعة ملايين سوري ممن لجأوا اليها ستبقى تركيا خارج اللعبة في الوقت الذي ستتفق فيه كل من روسيا وامريكا مع الاسد لن تتخذ تركيا دورا في خارطة اعمار سوريا ستصبح العلاقة بين تركيا وسوريا قائمة على مبدأ الثأل والانتقام وفيما يخص علاقة اردوغان بعد فوزي بالانتخابات مؤخرا مع الولايات المتحدة رأى الكاتب ان الشروط الحالية تجبر اردوغان على الابتعاد عن واشنطن وحلف شمال الاطلسي مضيفا تركيا تبدو وكأنها تقف على الصراط فاجندة امريكا واضحة فان لم تقرأ تركيا اللوحة بشكل جيد لن تتمكن من التخلص من مشاكلها الا انه كما هو واضح اردوغان لن يخطو بخطوة في هذا الاتجاه تركيا تحاول ارضاء روسيا وامريكا معا واسوأ القرارات هي التي تسعى من خلالها الى ارضاء الطرفين معا في انا معا ونختتم جولتنا مع بيرجان توتار من صحيفة صباح ومقال نهاية الوحدات الكردية ستكون شبيهة بنهاية داعش ذهب الكاتب الى ان خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها بين كل من انقرة وواشنطن فيما يتعلق بمنبج دخلت قيد التنفيذ مضيفا احتمالية انتقال تركيا بعد منبج الى شرق نهر الفرات يتسبب بعدم ارتياح لدى البعض ومن هنا عرضت امريكا واسرائيل على روسيا مشروعا مناهضا لكل من تركيا وايران وهذا المشروع يتألف من ثلاث مراحل احياء المفاوضات بين الوحدات الكردية والاسد للحيلولة دون انتقال تركيا الى شرق نهر الفرات والسماح لروسيا والنظام بالسيطرة على مناطق الوحدات الكردية واخيرا اعتراف امريكا بشرعية الاسد مقابل ايقاف تركيا واخراج ايران بشكل نهائي من سوريا وقبل الانتقال الى الحوار مع ضيف الفلسطوديو نتابع هذه التغريدات حول اداء اردوغان اليمين الدستورية وتشكيلة الحكومة التركية الجديدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولنقاش ما تناولته الصحافة التركية خلال الاسبوع المنصرم مرحب بضيفي في الاستوديو الاستاذ يوسف سامي الصحفي التركي اهلا وسهلا بكم استاذ يوسف استاذ يوسف لو بدأنا من الامر الاخير الكبير الذي حصل في تركيا خلال الاسبوع الجاري او الاخير وهو اداء الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليمين الدستورية وكذلك اعلانه عن التشكيلة الحكومية الجديدة نوحظ غياب تمثيل جيد وقوي للاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة في مراسم تنصيب الرئيس التركي هل تعتقد ان العلاقة بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة من جهة وتركيا من جهة اخرى لا تزال متوترة ولا سيما بعد حسن نتائج الانتخابات وتنصيب الرئيس التركي نعم نحن ممكن نقول لنا بصراحة الولايات المتحدة ليس صديقة تركيا لازم نقول هذا اولا انه يعني الولايات المتحدة خاصة لا يحبون الاردوغان ولا يحبون سياساتهم وكما تعرفون ترامب حن اردوغان بعد انتخاب قبل بعض يومين وهذا السبب نحن نفكر هذا بسبب وطبعا اردوغان رجل الذي يعني يفشل خطتهم وهذا اول سبب ربما وكما تعرفون الابانجليكس في واشنطن قبيل جدا وهم عندهم يعني فكرة التشكيل الدولة الكردية التي يعني تشمل الشمال السورية وشمال العرق وحتى يعني تشمل التركية وهذا الذي طبعا يعني مستحيل لتركيا تقبل ونحن سنرى في ايام قادمة يعني ماذا سيسمح نعم اسمح لي ان اقاطعك هنا لكن العلاقة بين تركيا والولايات المتحدة هي علاقة استراتيجية يعني العلاقة قائمة بين مؤسسات الدولة وبين دولتين لها تاريخ كبير هل اصبحت العلاقة بين تركيا والولايات المتحدة منحصرة بشخص الرئيس اردوغان حتى تقوم الولايات المتحدة بمناكفة تركيا في الواوينة الاخيرة يعني هل تعتقد ان تركيا هنا او العلاقة بين تركيا والولايات المتحدة سوف تخضع لمزاجية العلاقة او لمزاجية المسؤولي الامريكان وموقفهم من الرئيس اردوغان نعم نعم يوجد قمة الناتو في ايام في ايام القادمة في بروكسل كما تعرفون ويعني نحن سنرى بشكل واضح ربما في بروكسل ماذا سيصبح وترامب كما تعرفون سيقابل ببوتين واردوغان وبعد هذا نحن سنرى بشكل واضح ماذا سيصبح في صاحب هذا بالنسبة للولايات المتحدة ماذا عن الاتحاد الاوروبي العلاقات بين تركيا والاتحاد الاوروبي هي علاقات ربما جوار وايضا علاقات تاريخية ايضا الاتحاد الاوروبي غاب عن مراسم التنصيب واداء القسم من خبل الرئيس اردوغان هل تتوقع ان تكون العلاقات في المستقبل القريب على الاقل لا تزال متوترة او تتسم بنوع من العدائية كما ظهر في مراسم التنصيب نعم نحن تركيا تتوقع طبعا يعني ليس متوترة في سياسة هكذا لكن يعني 16 سنوات في الحزب عدل وتنمية نحن رأينا متوترة اكثر من حال نعم بالانتقال الى موضوع مواقف الدول الفاعلة في الشأن السوري بعض مقالات الرأي تحدثت عن ضرورة ان تقوم تركيا او الحكومة التركية تحديدا الحكومة التركية الجديدة بفتح قنوات تواصل مع نظام الاسد لضمام مصالح كما يقولون مصالح تركيا في سوريا في المستقبل القريب هل تتوقع اي تبدل في موقف الحكومة التركية الجديدة من نظام الاسد في سوريا؟ نعم يعني لازم اولا ان نقبل طبعا يعني ما في لدى يعني قوة عند البشار ولازم ان نقبل يعني اول هذا الشيء وبسبب هذا ربما يعني الحكومة التركية لا تهتم البشار وستنظام يعني وليس فقط تركيا روسيا وحتى وليس المتحدة لا تهتم نحن رأينا رأينا يعني كثير من نماذج في الماضي هكذا لكن يعني يوجد طبعا معارضون يعني الاردوغان في الداخل والخارج الذين يعني يدعمون البشار والاسد لازم على من يفكر اولا يعني كيف البشار والاسد سيخرج من سيهرب يعني من حيمنة روسية وهذا اهم شيء نحن نفكر هذا اذا هل هناك اي تبدل في المواقف التركية من نظام الاسد في المستقبل القريب مع الحكومة الجديدة بالانتقال الى موضوع ورقة الاكراد تحدثت بعض المقالات عن وجود مشروع امريكي اسرائيلي تم طرحه على روسيا لمنح المناطق التي تسيطر عليها الوحدات الكردية في شرق سوريا ومحافظة دير الزور تحديدا لنظام الاسد وهي تمتلك الكثير من ابار النفط والغاز مقابل اعتراف امريكا بنظام الاسد وكذلك فتح قنوات حوار بين الاكراد ونظام الاسد تقول هذه المقالات بان السبب في ذلك هو منع انتقال تركيا الى شرق نهر الفرات بعد مدينة منبج الى اي حد ترى ان هذا التحليل واقعي وحقيقي نعم يعني كما قلت في ايام القادمة في بروكسا في قمة ناتو سيصبح واضح اكثر لكن نحن نعرف المثل يعني ليس موقف الولايات المتحدة ليس واضح يعني لتنظيمات ارهابية لكن طبعا التنظيمات ارهابية هم يبحثون عن الحليف في سوريا والتقارب يعني بين النظام البشر السلو التنظيمات ارهابية وي بي جي وبي لسبب هذا نحن نفكر وولايات المتحدة مثلا لا يحب ايران في سوريا وربما نحن سنرى واضح يعني بعد بروكسل هكذا مقابل يعني بعد نعم سلام اردوغان هل تتوقع اذا او تعول كثيرا على موضوع قمة الناتو في بروكسل لحسم كثير من القضايا فيما يتعلق بعلاقة تركيا بكل من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وحتى حلف شمال اطلسي نعم ونتبقى نتو يعني نفكر على هذا اكثر من سبعة سنوات يوجد حار في سوريا ونفكر يعني هذا ننتج شي نعم لكن حلف الناتو الى الان لم يكن له دور كبير فيما يتعلق بالملف السوري مع عدى طبعا مشاركته في التحالف الدوري ضد محاربة داعش والان المعارك ضد هذا التنظيم اصبحت هامشية لماذا تعول كثيرا على قمة بروكسل اذا وما هي اهمية قمة بروكسل لحلف الناتو المقبلة نعم يعني عندما نفكر يعني بعد العمل غصن زيتون الولايات المتحدة تغير ربما خطته والروسيا اكثر من ربما ستة سنوات يعني في سوريا هكذا يعني كل جهة ربما تعبان الان ربما سيصبح نتيجة سيخرج النتيجة في بروكسل نتوقع هكذا الصحفي التركي الاستاذ يوسف سامي شكرا جزيلا لمشاركتكم معنا اليوم والان الى الفقرة الاخيرة في برنامجنا لهذا اليوم وهي فقرة معكم سوزان ماذا لديك اليوم في فقرة معكم هشام سنتحدث خلال هذه الفقرة حول العقبات التي تواجه الطلبة العرب عموما والسوريين على وجه الخصوص اثناء التسجيل في الجامعات التركية وسنقدم معلومات حول المنح المقدمة لهم كيف يستفيدون منها مشاهدينا بعض الفاصل عام جامعي على الابواب فكيف يستعد له الطلبة السوريون في تركيا